لنقاش هذه التطورات راحب بضعيفي من القاهرة الدكتور إكرام بدر الدين أستاذ العلوم السياسية من إسطنبول السيد جواد جوك الكاتب والمخلل السياسي مرحبا بكم ما معنا في هذه الجولة أبدأ من القاهرة معك دكتور إكرام أهمية هذه القمة الثلاثية التي تنعقد في ضوء كل هذه الظروف وفضوء هذه التوترات المتصاعدة شرق المتوسط هذه القمة السلسية المصرية القبروسية اليونانية لها أهمية كبيرة سواء من حيث الزمن أو التوقيت الذي تعقد فيه أو من حيث القضايا التي ناقشتها من حيث التوقيت بتأتي في فترة بتتصاعد فيها الاستفزازات التركية في منطقة شرق البحر المتوسط وفي نوع أيضا من التدخل والاعتداء على سيادة المياه الإقليمية القبروسية وده كله بيشكل نوع من التهديد للسلام والأمن الدوليين بيمثل انتهاك للسيادة بيمثل اعتداء على قواعد القانون الدولي يضاف إلى ذلك أن تركيا متدخلة في شؤون الملفات الساخنة في المنطقة العربية إذن من حيث التوقيت التوقيت له دلالة وله أهمية من حيث القضايا فهي قضايا مهمة تتعلق ببعضها يهم الدول الثلاث بعضها الآخر له بعد دولي يعني ممكن نتكلم عن قضية الإرهاب مساعدة الإرهاب نقل المقاتلين نقل الأسلحة من جانب تركيا وتدخلها في عديد من الملفات في المنطقة سواء الملف السوري الملف العراقي الملف الليبي بصفة خاصة والتي تمت الإشارة إليه وتمت الإشارة أيضا إلى أن المعاهدة التي عقدتها تركيا مع حكومة الوفاق هي غير قانونية كما أشار إلى ذلك رئيس وزراء اليوناني إذن هي قضايا متعددة يتم فيها تنصيق المواقف بين الدول الثلاثة وكما أعلن في المؤتمر الصحفي وكما أشار السادة الرئيس السيسي أن هناك توافق كبير في الرؤى بين هذه الدول الثلاثة أنا أعود أن أضيف أيضا إلى أن هذه القمة الثلاثية أصبحت أشبه بمؤسسة يعني لها إطار مؤسسي بمعنى أنها تنعقد بصفة منتظمة وبدأت عمليات الإنقاد منذ عام 2014 وحتى الآن هذه هي القمة الثامنة ومعنى ذلك أنها تعقد بصفة دورية كل عام وربما في بعض الأحيان أكثر من مرة في العام الواحد وده بيعكس قوة العلاقات بين هذه الدول الثلاث والتي ترتبط معا بعلاقات قوية تاريخية وحضرية وثقافية واقتصادية وأيضا من النحاء الجغرافية فهذه من دول البحر المتوسط وسنعود الخوض في أبرز ما جاء في هذه القمة الثلاثية دكتور إكرام لكن سبح لها بالإسطنبول للسيد جواد سيد جواد إنعقاد هذه القمة في هذا التوقيت والرسائل التي حملتها كذلك هل بتصورك تقرأها أنقرة جيدا؟ تحية لك ولي ضيفكم في القاهرة العامرة ولمشاهدين الكرام أهلا بك أنه بصراحة كل حوارات السياسية والديبلوماسية في المنطقة التي لا توجد فيها الحكومة التركية هم يقفون سلبيا من مثل هذه الاجتماعات بشكل عام من تجاربنا السابقة بالنتيجة المنطقة تعبانة جدا والجيران غير راضين عن أداء الحكومة هنا وأيضا العلاقات الخارجية صارت متشتتة وغير ناجحة بصراحة لا توجد حكمة في السياسة الخارجية ولا تنسيق والانسجام وبشكل عام في هذه القمة الثلاثية لماذا لا توجد تركيا؟ ولماذا لا يوجد علاقات بيننا وبين دولة مصر؟ هو السؤال الأهم بالنتيجة مشاكلنا بيننا وبين اليونان أو القبرص الجنوبي لا تنتهي سيئة مع دولة مصر المهمة في المنطقة؟ هذا هو السؤال الأهم ولا جواب هنا بصراحة مواقف الحكومة التركية لم يكن جيدا بشكل عام نعم لكن هل بتصورك توفر بهذه المناسبات لنقل وهذا الحجد السياسي والدبلوماسي والمواقف التي تصدر عنها؟ هل توفر لنقل فرصة للتراجع خطوة للوراء بدل هذا المسار الذي أشارت إليه القمة بشكل واضح هذا المسار الاستفزازي والتوتيري للسياسات التركية في منطقات الشرق الأوسط؟ هل ترى فرصة للتراجع قليلا للوراء؟ طبعا كانت هناك خطوات عملية إيجابية من قبل الحكومة التركية عندما رجعت السفن لتنقيب الغاز رجعتهم إلى موانئ تركيا ثم الهدنة في المنطقة بشكل عام لكن رأينا أنه مرة أخرى صار إرسال السفن لتنقيب الغاز وغير ذلك نعم من حق الحكومة التركية الدفاع عن حقوقنا كبلد في المنطقة لكنه قرارات بشكل أوحدي الجانب هي المشكلة الأساسية يعني لا بد أن يكون التنسيق مع دول الجوار لا بد أن تكون تركيا أيضا مع دول الثلاثة في المفافضات والحوارات وتقسيم العادل في المنطقة بشكل عام لكنه أزمة الثقة بشكل عام موجودة فالحكومة التركية لا تهتم أصلا بمثل هذه القرارات ويقولون لو نهتم بتحذيرات الخارجية لا نقدر نتقدم خطوة واحدة ولهذا سبب يأخذون قراراتهم بأنفسهم نعم دكتور إكرام هل بتصورك تمثل هذه القمة الثلاثية أو تفتح مجالا لوضع حدود أمام هذا المضي التركي بعيدا في مسار التوتر شرق المتوسط يعني هو بطبيعة الحال هناك ضرورة للالتزام بقواعد القانون الدولي وده اللي بيحافظ على السلم والأمن الدوليين يعني إذا لم تلتزم أي دول بقواعد القانون الدولي واللي بيضع معايير معينة وبيضع قواعد معينة وبيحدد المياه الإقليمية وبيحدد المياه الاقتصادية إذن الالتزام بقواعد القانون الدولي هو الذي يحقق مصلحة الجميع أما إذا اعتدت أي دول على قواعد القانون الدولي أو انتهكت المياه الإقليمية أو المياه الاقتصادية فإن هذا يعقد الأمور الحقيقة وده أن يجعل فيه التوترات اللي بتهدد بالتصعيد وده أمر غير مرغوب يعني لو نتكلم عن مجتمع دولي يفترض أن تحكمه القوانين وبتحكمه معايير معينة إذن ليس من البطلوب أن يكون هناك استفزازات وأن تتصاعد هذه الاستفزازات ونحاوز أقول حتى أن الأمر لا يتعلق بالدول الثلاثة فقط ولا يتعلق حتى بتركيا فقط وإنما يتعلق بمستوى أوسع وهو تهديد السلم والأمن الدوليين تهديد السلم في منطقة شرع البحر المتوسط وكل دي أمور الحقيقة يعني غير متقبلة من الناحية القانونية وأنا بقى أصير سؤال يعني لماذا لم يحدث خلاف بين قبرص واليونان على سبيل المثال لماذا لم يحدث خلاف بين قبرص ومصر وهكذا إذن المعيار في رأيه الأساسي هو الالتزام بقواعد القانون الدولي وما يضعه من أصول لتقاسم وتقسيم المياه الاقتصادية وتحديد المياه الإقلمية إذا التزم كل طرف بهذه المعايير لن تحدث المنازعات ولن تحدث ما يؤدي إلى تصعيد الأمور إلى درجة من إشارة للتصعيد دكتور إكرام هذه القمة الثلاثية في ختامها أشارت صراحة إلى الإجماع بين الأطراف الثلاثة على المضي لمواجهة الاستفزازات في شرق المتوسط وأشارت تصريحات الرؤساء الثلاثة لأن هناك توجها كذلك لمواجهة الدول التي تدعم وتسلح وتمول الإرهاب هل نتحدث هنا ربما عن تغير في المقاربة للتعاطي مع هذا التحدي القائم الآن دكتور إكرام كنت أسمعني أذهب لستمول بنفس النقطة سيد جواد إلى أي مدى هذه الإشارات التي حملتها هذه القمة والإشارة للمضي لمواجهة الاستفزازات ومواجهة قضية تمويل وتسليح ودعم الإرهاب إلى أي مدى قد تدفع لقراءة مقاربة جديدة ربما تمضي الدول الثلاث لتبنيها هذه المرة أولا بالنسبة إلى سؤالكم الحكومة التركية مع الأسف الشديد في السياسة في الشرقية المتوسط تتواجه مع مشاكل عديدة مثلا لو تأتي الاتحاد الأوروبي نحن بلد قريب جدا من الاتحاد الأوروبي لو يأتون بالعقوبات ضد تركيا خاصة ألمانيا البلد المهم فكيف تواجه الحكومة التركية هذه المشكلة ومثلا دولة مصر صارت أقرب إلى الاتحاد الأوروبي من تركيا وهم بلد وسيلة بلد سبب للاستقرار في المنطقة بشكل عام يعني بدلا من أن ننسق مع دولة مصر مع الاتحاد الأوروبي بما فيه مليونان بالنتيجة بشكل أو أخر ومصر ممكن أن تكون وسيطا بيننا وبين اليونان لكنه في السياسة الخارجية الحكومة التركية تتحرك عبر الأيديولوجيات عبر التدخل في دول الجوار ولهذا السبب نواجه مع عدة مشاكل ولهذا السبب يعني هناك إشارات جيدة لكنه لا نرى ضوء أخضر ضوء في آخر النفق بصراحة لكن سيد جواد حين تنهار كل جهود الوساطة الماضية وتندفع تركيا مرة أخرى لدفع سفيناتها للتنقيب ما أثار التوتر من جديد وحين نسمع هذه المواقف من هذه الدول الحاضرة شرق المتوسط والوازنة بأن هناك توجها لمواجهة هذه الاستفزازات أي استمرار تركي في هذه السياسات إلى مدى بتصورك قد يدفع نحو التصايد الحقيقي يعني القضية بحاجة إلى تنسيق وإلى حوارات جادة وإلى أن يفهمون الحكومة هنا بأنه النتائج سوف تكون بضرر تركيا بالنتيجة كما قلت يعني لو تأتي عقوبات من الاتحاد الأوروبي ما هو الحال إشارات جاءت من الحكومة التركية لكنه هذا الإرسال السفن بهذا الشكل أوحدي الجاني خطاب للداخل لأتباعهم ولمواليهم والأفكار المتقوية صارت متطرفة جدا ولا يهتم مع التعثيرات والاقتصاد التركية تواجه مع مشاكل كبيرة جدا الآن ولهذا السبب على الحكومة التركية أن تتحرك بوسيط وهذا الوسيط أنا أقول بصراحة عبر قناتكم الكريمة دولة مصر لابد أن تخطو تركيا في المرحلة الأولى لتحسين العلاقات مع دولة مصر حتى نمشي بقوة لكن عندما ترجحون مصطحة الحزب على مصطحة البلد لا تصلون إلى نتيجة نعم دكتور إكرام حين نسمع في مخرجات هذه القمة بأن هناك توجها لمواجهة هذه الاستفزازات هل بالإمكان الحديث عن مقاربة جديدة حال استمر التوتر التركي القائم بالتأكيد لابد أن تكون هناك خطوات معينة لمواكهة هذه الاستفزازات ويعني أنا وكهة نظري أن الأمر ربما يكون أيضا يأخذ وكهة نظر أخرى غير مجرد الدول التلاتة يعني أن تكون هناك ما يشبه قواعد أو عقوبات يمكن أن طفل وأنا بقصد هنا الاتحاد الأوروبي الاتحاد الأوروبي أيضا ولمجتمع الدولي يمكن أن يتخذ قرارات ضد تركيا وخصوصا فيما يتعلق بعقوبات اقتصادية أو إجراءات اقتصادية يمكن أن تتخذ أو إجراءات تتعلق بتصدير أسلحة لتركيا وخصوصا الأسلحة المتطورة إذن الأمر يتطلب في رأيه أن يكون هناك أيضا تدخل من المجتمع الدولي خصوصا الاتحاد الأوروبي الولايات المتحدة لأن استمرارية الأوضاع من الجانب التركي بهذه الكيفية من شأنها تعقيد الأوضاع وليس فقط في منطقة شرق البحر المتوسط وإنما أيضا في مناطق مختلفة يعني نتكلم عن المنطقة العربية والملفات الساحينة فيها نتكلم عن إنعكاس ذلك على الاتحاد الأوروبي إذن الأمر يتطلب أن تتخذ إجراءات تتسم بالصرامة ضد تركيا وإن هذا الذي يقبرها على تغيير مواقفها في حالة استمرارية الاستفزازات في منطقة شرق البحر المتوسط لكن دكتور إكرام الاتحاد الأوروبي أشار في أكثر من مناسبة بأنه قد يمضي باتجاه فرض عقوبات على أنقرة لكن ما رأيك فيما طرح السيد جواد قبل قليل بأنه تبعنا طيلة الأسابيع الماضية جهود الوساطة الأطلسية أو الأوروبية أو حتى الدخول الأمريكي على الخط لكن هل ترى فرصة ربما لوساطة إقليمية أم أنه التبايينات واسعة للغاية وليس بالإمكان ردمها يعني المطلوب في جميع الأحوال أن ترجع تركيا عن هذه الاستفزازات أي أن كان مستوى الوساطة قد يكون مستوى أوروبي قد يكون مستوى دولي قد يكون مستوى آخر إنما في النهاية الهدف واحد الهدف هو عدم استمرارية هذه الاستفزازات في منطقة شرق البحر المتوسط لأنها تهدد السلم والأمن في منطقة البحر المتوسط وبالنسبة للتحاد الأوروبي تنعكس أسهارها وتهدد أيضا السلم والأمن الدوليين وهي تخالف القواعد المتفقة عليها للقانون الدولي وخصوصا ما يتعلق بترسيم الحدود وما يتعلق بالسيادة وما يتعلق بالمياه الإقليمية وما يتعلق بالمياه الاقتصادية كل هذه قواعد متفقة عليها من المجتمع الدولي وبالتالي حدوث أي تهديد لها يتطلب اتخاذ وقفة تتسم بالجماعية وتتسم بالصرامة ضد أي طرف يحاول تهديد هذه القواعد المتفقة عليها في المجتمع الدولي ما رأيك سيد جوال طالما استمرت عمليات التنقيب التركي وهذه التحركات الشرق المتوسط أي حديث عن أي وساطة مختلفة يبدو أمرا صعبا لا يوجد لحد الآن يعني كلام عن الرئاسة التركية حول وساطة أو شي يقولون إذا نحتاج نحن مباشرة نتحرك لكن كأنه لا يريدون أن يصل إلى نتيجة التوتر بهذا الشكل ممكن أن نقول لفائدة الحكومة التركية داخليا طبعا وليس خارجيا يقولون نحن أخذنا قرارنا ونرسل أسف لكن بالنتيجة نحن نعرف معروفين بالتراجع عن مواقفهم السابقة إذا كان هناك ضغط خارجي خاصة موقف اتحاد الأوروبي بهذا الخصوص مهم جدا كما قلت يعني أنه من حق الحكومة أن تدافع عن حقوقنا في شرقي المتوسط لكن القضية بحاجة إلى تنسيق مع دول الجوار أصلا لا يحتاج أن تكون الاتحاد الأوروبي هم وسطا دولة مصر هي قوية في المنطقة ولهم علاقات جيدة مع دول الجوار بشكل عام لم يبقى لنا جار في شرقي المتوسط بدءا من سوريا إلى إسرائيل مصر وليبيا وغير ذلك ولهذا السبب على الحكومة التركية أن تتحرك سريعا لتطبيع الأوضاء في المنطقة وإلا في المدى المتوسط والقريب والبعيد سوف تكون بضرر تركيا نعم شكرا شكرا جزيلا وقت هذا الملف انتهى من أسطنبول ضيفنا سيد جواد كوك الكاتب المحلل السياسي من القارة الدكتور إكرام بدر الدين أستاذ العلوم السياسية شكرا جزيلا لكم شكرا جزيلا